لعل لكم توجيه في حتى الفتيان والفتيات قضية الشيخ على الإسراع في الزواج والتبكير في الزواج لا شك أن هذا من أعظم المصالح المبادرة للزواج من أعظم المصالح للزوجين وللمجتمع أيضا فمن كانت عنده المقدرة على الزواج فليبادل بقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الله جل وعلا يقول وأنكعوا الأيام منكم الطالحين من عبادك وإيمائكم ليكونوا فقراء يغنهم الله من فضلك والله واسع عليم ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلك لا شك أن الزواج له مصالح عظيمة وأعظمها أنه أغض للبصر وأحسن للفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الإنجاب إنجاب الدرية التي تنفع الوالدين وتنفع المجتمع وفيه التكافل بين الزوجين المراه تقوم بخدمة البيت وتربية الأولاد ولا بيقوموا بطلب الرزق وتوفير الحاجات لهم فيه تكافل وتعاون التعذر بإكمال الوظيفة أو إكمال الدراسة عن بعض الأخوات فضيلة الشيخ ما رأيكم فيه؟ هذا خطأ لا يؤخر الزواج بفجة تكمال الدراسة أو تكمال الوظيفة لأن هذا مما يعين على الدراسة الحقيقة أن الزواج يعين على الدراسة والوظيفة لا تتنافى مع الزواجة الواجب على المسلم إذا أمكنه ذكرا كان أو أنتا إذا أمكنه الزواج المبادرة